السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اليوم أبغيد نشارك معكم صندويتشات ديال المدرسة اللي وجدت السلمة هات الصندويتشات معمرين بوحد لعمارة زوينة بزاف وبنان وتاب نسبة للعجينة كي يجيوا أرطبين وبحل شكل بريوش هات الصندويتشات وجدتهم تيجيوا سهلين كان ديروهم في مرة وحدة وكان ديروهم في الفران دغييك ويجدوا مشي بحل ديال المقلق ونبقوا واقفين اعطنا تقريبا 500 قرام ديال الدجاج ايمانسي صدر ديال الدجاج ياغورت من فئة 110 قرام واحد المقلقة صغيرة ديال الخردل وعدنا هاد الخلطة ديال المداق الشوي زوينين غادي ندير منها معلقة كبيرة وتقريبا اونس الى ما عندكمش ديرو فلفل حمراء ليوزار سكينجبير توابل لك تديرو وكان ديرو تقريبا واحد المعيلقة صغيرة ديال الدومة مهم توابل لك تديرو ديروهم ولكني لا لقيتو هاد توابل ارازوين بززاف صافي كان خلط كل شي مزيان وغادي نخلي وغادي ندوزو ان شاء الله اللاجينة ديالنا بالنسبة للعجين ديالنا غادي تديرو خمسمائة كرام يعني خمسة ديال الكووس ديال الدقيق البيض غادي تديرو واحد معلقة كبيرة ديال الخردل ومعلقة كبيرة ممسوحة ديال السكار وعدنا واحد معلقة صغيرة ديال الهريسة وشوية الملحة وربعات المعالق اقبار ديال زيت زيتون او لزيت العادية اللي بغيتون واللي عندكم ومتوفر ما نقولش لكم هاد العجينة كيتدشي وغادي نديرو فيها كاس ديال ياغورس اللي ما عندوش كاس ديال ياغورس يمكن لكم ديرو كاس ديال الحليب صافي وغادي نعجنوها بالمدافي من طبيعة الحال واحد المعلقة باش يجيوكم هشاش مزين واحد المعلقة ديال الخل كبيرة صافي وبسم الله كان بدوي نعجنو العجينة ديال ناشي هاد العجينة بوحدها ونقولش لكم بلما تعمروه فنة فنة هادي شدوه وعمروه بالفرماج هاد النوبة غادي نديرها لكم بالفرماج اللي بغاها بالفرماج قلوها اللي يلتحت غادي نعمر لكم بالفرماج وتشوفها كيتدشي صافي كان جمعو العجينة ديال النق Care تكون عليها تشكل ما تتكونش قصحة ومشي كتلص غزاف صافي غادي نغطى اليها اولند هنا بشوي تسيت ونغطى اليها ونخليها وندوزو ان شاء الله هنطيبو الحوشوة دي عنا الحوشوة كتشيب بنينة ما نقولش لكم بنينة ومعلك صافي غادي نغطى اليها بحط البلاسيك ما تنسونيش يا البنات والأمهات وقال لي كي يسفرج يا لولاد كل شي ما تنسونيش من لي لايك والبارتاج باش تعمل فائدة على الجميع وباش الفيديو يتشاف عند الناس وحدين اخرين كنديرو المقلة فوق النار غادي نديرو الزيت نشعلو النار وغادي نديرو واحد البصلة تكون كبيرة غادي نشحروها ان شاء الله انا قطعتها اه في الهاشوار نضغيه كتجي بسربيا كنديرو شوية الملحة وشوية البزار غادي نديرو حد جج روز ديال التومة وغادي نزيدو ففلاء الفلفل اللي بغيتو إلا عندكم حاجة احدا عندي في المجمد ديما سنقولها لكم ديما سنقول لكم انا تنقطعها كي ما كتعرفوا الفلفل راكت غاية كتخسر صافي كان خليها تشحر وغادي نديرو المقلة الثانية يمكن لكم انا ضيق الوقت يمكن لكم خليوا البصلة تتشحر وحيدوها وديرو الجيش انا باش نسربي في الطياب ذاك الشي علاج درس مقلة واحد اخرى وما في الغالي بالاحيان كنخلي هذيك الشيتي تتشحر ذيك الخضرة كنحيدها وكندير الجيش صافي كنديرو الجيش كيتشحرتها هوايا هنايا من كيتشحر وكتشحر الخضرة مزيان خلي وتتشحر مزيان من كتشحرة كتلق ديك النسمة ديالك جيزوينة بزاف صافيوكو نخلطو وغادي نطفيو من نار ونخليوها تبرد ندوزو اللعجينة بعد ما خمرات كي ما كتشوفو الضعف الحاجم ديالها غادي نزلوها وغادي نحيدو من هاداك الهواء اللي فيها كيف ديرو كيف عاملو صافي كندهنها بشوية زيس باش ما تلسقش ليه صافيو غادي نكون ورها كويرات صافيو غادي نكون ورها كويرات من بعد كنشدو شوية ديال الطحين ما نبالغوش وكنبدو نقرصو فيها اولا ندلكوها بالملكة ترجمة نانسي قنقر صافيو مني كنديرو على شكل طالي كناخدو ذاك الفورماز ديال الصندويش اللي كنقسمو على جوج وكنديروهم بحالة شكل من طبيعة الحال قسمو الحشوة ديالكم باش يجيوكم مني شان انا جاوني تسعود ديال الوحدات كندير الحشوة ديالي على هاتشكل ومن بعد كنجيبو واحد شريحة واحدة اخرى ديال الفورماز كنقسمها على جوج وكنديرها من الفوق وغادي نجمع الجوانب على هاتشكل صافيو الأطراف للفوق كتجيب حل شكل بريوش كتجي خطيرة زوينة بساف صافيو كان قادها وكانو نحطها في حد طاوة اللي كتدهو الفورماز حاولو قادوها على الشكل بحل شكل ديال الطاكوس نعود لكم واحدة اخرى باش شوفو كنديرو الحشوة في الوسط غادي ندير لكم واحد شكيل ولكن هذا كشكيل اللي اللي درنا هو اللي زوين هانتو ما شوفو الشكيل الثاني في جميع ديالها كيفاش اللي بغيتو المهم ليجاكم ساهل في هذا كناخدو الفورماز وكنحطو الفوق ده بغادي نبدأ نجمع الأطراف وماللولين القبار في حالة الشكل ونجمع الجهة أخرى عا باش نجمع الجوانب ولكن شكل اللي تيجي حسن ونحاولو نجبدو جناب 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 نجبدو باش يرقاقو باش يجيو الشي فوق شي صافي وتنقلبو صافي وتنحطوه في الطاوة منيسة نكمل الكيميا ديالي كان اخوذ واحد صفر ديال البيضة اللي كان دير معا واحد المعلقة كبيرة ديال الحليب وكان بدأ ندهن في العجينة ديالي صافي مني كان دهن الكيميا كاملة كرش بشوية ديال الجوجلان وغادي نخليهم يختمروا مرة تانية ولكن ماشي بزاف غادي نخليهم تقريبا واحد من عشرة تل خمستاشر دقيقة تيب انو لكم خمروا شوية غادي نشعلوا الفران على ميتين دراجة كيما كتعرفوا ورما فيهمش سكر ما تخافوش منهم فيهم علقة وحدة باركة ماشي بحال بريوش غادي نديروا ميتين دراجة تيسخوا الفران ونطيبوهم اللي تحصوا من الفوق غادي نخرجوهم على هات الشكل بالصحة والراحة ما نقولش لكم كيجاو من الروعة ما يكون وكنشكركم بزاف على تجاعت ديالكم ولا تعليقات ديالكم ما تنسونيش من التعليقات خليوا لي تعالق ديالكم زوين اللي انها كتورحني بزاف واللايكات ديالكم والبرتاج وشكرا الله يجازيكم بخير واستودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله بسلام عليكم وراجل ورطبين ما نقولش لكم كيف جاو يالا خليتلكم الراحة وبسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة